أنا دائماً أقول لأهالينا وأحبابنا القرآن العظيم القرآن العظيم كلام ربنا سبحانه وتعالى شوف المصحف الجميل ده 114 صورة صح؟ 114 صورة تخيالوا أن يبقى فيه صورة عندنا في القرآن اسمها صورة الصف الصف؟ إيه الصف؟ آه الصف يعني إيه؟ هو المعنى اللي وصل لحضراتكم صف إن إحنا نبقى صف واحد يا تخيلوا يا جماعة ويقول لي إن الله يحبوا لذين يقتلون فيه سبيلي صفا نبقى يد واحدة مش كل واحد يقف في حتة مش هنبقى زعلانين من بعض إن هذه أمتكم أمة واحدة ربنا علمنا كده وأنا ربكم فاعبدون وأنا ربكم فاتقون الآيتين واحدة صفة الأنبياء وواحدة صفة المؤمنون شوف وأنا ربكم فاعبدون وأنا ربكم فاتقون فعبدون دي بتاعت الأنبياء فاتقون بتاعت المؤمنون يبقى إحنا أمة واحدة يبقى أنه نحي الخلافات دي نسيبها على جنب بقى الاتحاد قوة دا القرآن تسعة وتمانين نداء يا أيها الذين أمنوا ما قالش يا أيها المؤمن ختاما سألوا مرة مفتي القدس قالوا متى تعود إلينا القدس امتى القدس ترجع لنا خالي عودوا إلى الله عودوا إلى الله تعود لكم القدس نعود إلى الله عز وجل نطيع ربنا نتآلف نتعاون نتصالح عشان كده ما تستغربوش بقى أن صورة الأنفال بدأت شوفوا كل ده أنا رحت حضرتك في المعركة ورجعت 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 صورة الأنفال بدأت فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين اللهم اجعلنا لك ذكرين لك شكرين لك أوابين لك مخلصين لك مخبتين لك منيبين يا أرحم الراحمين بارك الله في كل من شاهدنا واستمع وتاب وانتفع صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته